اجتمعت دارة بعثة مملكة البحرين للحج بلجانها كافة حيث تم التأكد من جميع المهام المنجزة والتعريف بالقادة الميدانيين في مشعري عرفة وميناء كما باشرت اللجنة الأمنية بالبعثة معاينة إجراءات الأمن والسلامة بعدد من حملات المملكة موفد مركز الأخبار إلى مكة المكرمة صالح يوسف واصلت بعثة مملكة البحرين للحج متابعتها وعملها الإدارية والميداني الذي لا يتوانى لحظة في خدمة حجاج المملكة وذلك من خلال اطلاعهم على كل المستجدات للجان والأفريقة التابعة لها كلنا ترى فريق واحد نعمل بروح الفريق الواحد تحت توجيهات ومتابعة أخونا أبو عبدالله الشيخ عدنان ونعمل كفريق واحد اللجنة الأمنية ذات المهام المتفرعة والتي تعمل دون كلل أو ملل زارت عدة حملات بحرينية في إطار الوقوف على نواحي الأمن والوقاية ومدى تطبيق تلك الحملات لاشتراطات السلامة كافة أول شي في توزيع بروشيرات التوعوية توزع على الحجاج كلهم ومن بعد ذلك نأخذ تفاصيل الحجاج نأخذ بياناتهم نأخذ أسماءهم العدد الكامل اللي عنده يكون مع الكادر كل البحرين اللي موجودين ومن بعد ذلك نفاتيش المبنى بالكامل هو فحص فحص الحماية والسلامة أنتأكد مشترطات الدفاع المدني كلها ومن بعد ذلك نتأكد مرة ثانية نتأكد من الحمل الكهرباء نتأكد من مضخات الماء نتأكد من كشفات الدخان أما حملات مملكة البحرين فقد تجاوبت بكل صدر رحب مع إجراءات البعثة البحرينية بل وبادرت من جانبها في إبراز خدماتها المخصصة للحاج ما أكد تفوق الكوادر البحرينية في النواحي التنظيمية والإدارية كانت صعوبات فعلا قبل في أيام الحاج الآن نقول صراحة حاج ما فيه وهذا يأتي بفضل الله ثم فضل جهود مملكة البحرين وجهود بعثة مملكة البحرين مع مملكة العربية السعودية الجهود التنسيق المتبادل بينهم أمور فعلا سهلت على الحاج فالآن الحاج الحمد لله يتمتع بأمور طيبة من أكوب القطار من أمور نفرة من أمور مزدلفة البعثة البحرينية للحاج من جانبها قامت بزيارة ودية لمعرض آمنون الذي تشارك فيه وزارات ومؤسسات المملكة العربية السعودية معرض آمنون تقيمه شرطة العاصمة المقدسة بمشاركة أكثر من 22 جهة حكومية وأهلية وخدمية واجتماعية توضح الخدمات التي تتشرف حكومة خادم الحرمين الشريفين بتقديمها لوفد الرحمن من الحجاج الكرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر مد وصولهم إلى مغادرتهم سالمين آمنين لأداء إن شاء الله نسكهم في أمن وطمأنين ويسر عشرات الحملات وصلت لأداء مناسك الحج ولم يتبقى سوى القليل حتى يصل الجميع أيام معدودات نعيشها أفواج وحشود بدأت تحث خطاها على هذه الأرض المقدسة وذلك كي تغنم منها وتنال بركتها لتلفزيون البحرين صالح يوسف مكة المكرمة